السلام عليكم انا احمد الامام وزاي ما عدناكم في سلسلة البروبلم سولفنج اللي هنكلم عنها بروبلم سولفنج بالعربي النهاردة هنتكلم عن مسألة جديدة مع احمد جمال احمد في البداية هيعرف نفسه بسرعة بحيث يعني احنا مهتمين اكتر نحنا نركز على المسألة نفسها وندخل جوه دماغ احمد وبيحل نعرف ازاي بيفكر في المسألة وبرضو هنكونسيدر كأنه في انترفيو فهو يقول لنا بيتعامل ازاي في الانترفيو وبيحل المسائل هنبدأ ناخد من التفاصيل بتاعة المسألة ازاي هو بياخد مثلا يفهم لو لقى كلمة كذا يبدأ يحولها انه انا محتاج اعمل كذا قاضي المسألة دي محتاجة تتحل بالطريقة دي او الطريقة دي هي الاحسن وممكن نتطرق في بعض المسائل نحنا نحلها باكتر من طريقة ونوري المميزات والعيوب بتاعة كل طريقة المهم بالنسبة لنا ان احنا زي ما قلت ندخل جوه دماغ احمد هو بيحل فنعرف ازاي الناس هي بتحل بتتفكر لان ده جزء صعب المش مهتمين قوي بالمسألة نفسها ولا ان احنا نقدم حل للمسألة لان انت سهل تدور وتلاقي لها حل المهم ان انت تعرف ازاي الناس بتفكر وازاي بتحول المسألة دي الحل ازاي كابو حميد منورنا? اه ده نورك انا الحمد لله كل تمام في البداية سريعا برضو لو تقدر تعرف نفسك للناس وبعد كده تقول لنا هتكلم عن اي مسألة نهرة انا احمد جمال انا خريق كمبيتر ساينس جمعات فنوات السويس الخرق السنة اللي فاتت اه اه اخلينا بالباكراون انا حاليا بنسبة الروايق في شركة وموفيش في شركة وشركة وشركة خلجه وشركة، فانا قطيت تعيبا اربع سنين او اربع سنين وشوية باكمبيت في المسألة بتعبا اعطيف الكمبيتر والباكراون وبحلى المخضر И اقلت برضو من الاربع سنين حب حلوين يعني كمنتور وانستركتور كوتش. نقطت ما بين الرولز حبا حلوين. بس يعني بالنسبة لي والبروبلمز دي اتحاكم الحاجات اللي بحبها جدا. انت هحاكم انها هتكلم عليها اكيد. وموصد ان انا هتكلم عليها معاك النهارة بانشاه. منعورنا يا ابو حميد. اه طيب قلنا خلينا نروح للمسألة سريعا برضو عشان نحاول نوفر وقت الناس. ايه المسألة هنتكلم عنها النهاردة? اه البروبلم اللي هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله هي اسمها product of array except self. خلينا نبدأ البروبلم قبل ما نتكلم عن الكاتيجوري. ممكن نبص على الستركشور بتاع البروبلم هو يعني سهل شوية. فالليد كود ستايل بروبلم زياني. ممكن بتكون هنا الصعوبة هنا الطبيكس. انا برضو يعني باريكمنت ان الواحد يكون بيهايد الطبيكس وهو بيهد. وهنا الهنط. الواحد انه هو اغلب للحل شوية. بس احنا ايه مش مهمة بالنسبة لدي. ابدأ ما احنا عايزين نخش في البروبلم الزياني. طيب البروبلم بتقول ايه بتقول انه هو given an integer array nums. انه هو هيديني array. اه دوت طبعا بيختلف على حسب اللغة. مثلا انه هنا بيستخدم C++ فهو بيبيني بدل array بيبيني vector. وفكتور دوت يعني من تحت هو مبني باري برضو. وفيه شوية فعلى اختلاف اللغة بيختلف اللغة دوت دوني. بسه من الاخير هو structure similar بالarray. المفروض ان انا ارجع له array داني. الarray دوت اسمه answer. وفي كل index في الarray اللي انا ارجعه له. الproduct بتاع ال numbers بتاعت الarray كلها except element ده اللي موجود في البقائي. وانشوف هيوضح اكتر في الexamples. هوا هنا بسه بيديني نوت. النوت دي بيقول انه هو ان ال prefix او الصفكس من ال numbers يعني الصفكس سم او الصفكس سم للarray اللي هو بالدهاني دي. ها يفت في 32 bit integer. ليه بيقول لي ده؟ بيقول لي ده لان اللغات بتختلف في ساعات ال variables بتاعت. ال data types بتختلف الساعات بتاعتها كارقام من اللغات التنية. مثلا في C++. C++ موجود فيها اللي تستخدم في اغلب الاحوال اللي هي ال integer. ال integer العادي بيقول 32 bit integer. لو ال problem هيحصل فيها complications هتكبر عن 32 bit integer في امتيحات تانية باكتر من 32 زي long 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 وهكذا. فده بس بيديني نوت ان انا لو بستخدم اللغة زي زي C++ فيها بتختلف المساعات بتاعت ال data types. استخدم ال data types المناسبة. اللي هو ممكن يبات عندنا في ال integer array. وهنا برضه اقدر اعرفه من ال return لان ال return بيقول لي ان انا هرجع له فيكتر في int values. فمعناها ان هو اكيد فيكتر ده مش يكون في حاجة اكتر من int. وهنا برضه نوت تانية related بالحل نفسه. ان هو بيديني شوية constraints او بيديني شوية restrictions على الحل اللي انا هعمل. اللي هو بيقول لي you must write an algorithm that runs in O N او big O of N time without using the division operation. يقول لي ما تستخدمش ال division ويقول لي الحل بتاعك ال big O بتاعته. المفروض ان هي تكون N يعني بتتتنسب بشكل linear مع ال input او حجم ال input للاخير. طيب. طيب استنى لحظة انا عندي شوية اسألة اه في الاول. اه هو اولا هو ايه ال product المفترض يعني احنا عايزين نعرف الناس انت فهمت ايه من المسألة. هو هنا بيقول لك انه انه عنده اه هو عايز يجيب ال product اه بتاع ال array ده. بس ما يحسبش self يعني ال product ده انه مضروب الارقام بتاعت ال array كلها. ده في العادي لو انت عاوز ال product بتاع مثلا ال array. هتضرب مثلا نفترض ال array الاولى دي ليه واحد اتنين تلاتة اربعة. مفترض واحد في اتنين في تلاتة في اربعة. بس هو قال except self. فهيجنور الرقم نفسه. فلو انا واقف عند الواحد فانا هادرب اتنين في تلاتة في اربعة. فالناتج اه اربعة وعشرين. اه تاني واحدة اللي هي ال input اتنين. فهو هيدرب واحد في تلاتة اه اربعة. مش هيدرب الاتنين. فالناتج كان اتناشر. وهكزا. فليه هو بيبط يقول ما استخدمش ال division لانه اعتقد يعني انه العادي لو انا كنت احل المسألة كنت هضرب كل الارقام في بعض واقسم على الرقم اللي انا فيه. ده الحل السهل. ان انا هضرب كله واحد في اتنين في تلاتة في اربعة. وهقسم على ال current اللي هو الواحد في ادين اربعة وعشرين. التانية هقسم على الاتنين في ادين اتناشر. التالتة هقسم على التلاتة في اديني تمانية. فهو قالك من غير division. فهو هنا ايه الصعوبة في المسألة انه مش هقسم. اوكي حلو. هو هي كويسة جدا. بس استخدام ممكن بشروط. هو عايزي هنا بس يفورس طريقة حل معينة اللي احنا هنحل بها في الاول. لكن نقدر نستخدم ممكن هيقبلها مشكلة فهتحتاج حتة بسيطة. طيب. ممكن اقول لك خلينا نشوف مع بعض كده ممكن يكون مشكلتها ايه وهنهندلها ازاي بس بعد الحل اللي هو عايزه. فممكن ممكن مثلا يعني تمشي بالحل اللي انت قلت دلوقتي كده على الانفوت الغاية. ده اللي هيعمل المشكلة. اه فهو صفر فانت لازم تاجنور كيسي الصفر اه وهكزا عشان الايه. فده كويس انت وضعت الحتة دي. في حتة كمان معلش ممكن نرجع هو ذكر البريفكس وصفكس. ده معناه ايه بقى بالنسبة للمسألة او هيفرق معايا في ايه. اوكي. اه بالنسبة للبريفكس والصفكس. احنا كنا هنا نتطرف لهم مع الحل. بس البريفكس ده اللي هو سب ارائي من الاري يعني جزء من الاري بس بيبدأ من الاول لغاية معينة. يعني مثلا ممكن اقول ان ده كده اللي انا معلم عليه ده بريفكس طوله ثلاثة من الاري. انه هو سب اري. جزء من الاري طوله ثلاثة بدء من اول الاري واخد ثلاث ارقام. ده بريفكس مثلا طوله اثنين وهكذا. ومثلا في بريفكس طوله نفس طول الاري اللي هو الاري نفسه. هذا لو انه هو بريفكس من الاري sin einmal. يعني هو جزء من الاري بس بيبدأ من بيبدأ من ورا لغاية لغاية قمعين ده صوفكس طوله ثلاثة وهكذا. فلو انا قلت ال何م انت مثلا اللي هو ثلاثة ده اللي عندي. فالبريفيكس بتاعه هو الري واحد واتنين. والصفكس بتاعه الري اللي هي فيها اربعة بس. نوعا لا لسه هو هنا اصده. ده هو موضح مش نوعا ما. لو انا مقول حاجة غلص هو موضح حاجة. لأ هو احنا ممكن نستخدمها بالشكل ده. بس هو هنا هو عايز يقول لي البيفيكس عشان هو عايزني اوصل لحاجة اسمها البيفيكس. ايه البيفيكس ان انا بجيب مثلا لو انا اجيب دلوقتي اه من الري الاصلية وبتبدأ من الاول وبتمتهي عند التلاتة. بريفيكس طلها تلاتة. مش بتكون بنفس الطريقة دي. يعني هو بيقول لي البيفيكس. اه هنا بيقول لي البيفيكس من هنا كمجموع يعني. الواقع كل اه كل اندكس في البيفيكس بتاعي بيكون مجموع الارقاب من الاول اول الاري. مجموع مضروب. مجموع دي مسألة تانية. ليه مضروب. بالنسبة لدي تمام. انا بس انا بشرح اللي هي الاصلية بتاعت البيفيكس عموما. البيفيكس ان انا بكون عامل شاية chinese CONPUTATIONS . كل اندكس بيكون شايا الكمبيتيشن من الاول لغاية الاندكس التي افعم ادي. يعني مثلا لو اينا انطبقها على حاجة زي دي هنا انه عند الواحد. هيكون البيفيكس بتاعه واحد. اللي هو مجموع من الاول لغاية الواحد. اللي هو الواحد. وبعدين عند الاثنين هي بنفس مجموع من الواحد لغاية الاثنين اللي هو واحد زئد اثنين اللي هو بالـ problem اللي أنا بحلها زي هنا مثلا أن أنا عندي product فأقدر أن أنا أعمل نفسي فكرة الـ prefix sum بس بالـ product بدل ما كنت أنا بجمع فقدر أن أنا أعملها واحد و بعد كده واحد في اثنين و بعد كده هتشيل هنا واحد في اثنين في ثلاثة و بعد كده هنا هتشيل واحد في اثنين في ثلاثة فاربعة و هكذا والـ suffix بتعمل نفس الحوار بس بعمل الـ computation من الآخر للأول بعد ما عرفت أنا عايز أطلع له بإيه وهو الـ input اللي وهنا ممكن ما يدينيش النوت ممكن ما يدينيش النوت هنا و ويطميني من ناحية الـ data طيب أو أنا طيب سواء ممكن يكون شرير ويسيبني أن أنا أستنتج دا الواحد هستنتج دا الواحد ازاي و ازاي يقدر برضو استنتج ممكن يولي هنا برضو ما يوليش يبقى شرير أكتر ويوليش برضو الـ complexity بتاعت الحل اللي أنا أستخدمه هيتكون برضو هستنتجها الواحد ازاي بقى فيه سكشن مهمة جدا جدا سكشن بتاع الـ constraints بيكون موجود في الـ problems في العادة لكن لو احنا اتكلمنا من ناحية الـ interviews فماش دايما بيكون موجود في الغالب ممكن ما يدينيش الـ constraints أصلا فهحتاج أن أنا أسأل على الـ constraints لأن ديت هتأثر على الحل بتاعي وهتأثر على طريقة لأنا هـ approach بيها الـ problem وساعات بيكون ما خب بها قصد بيكون ما خب بها قصد عشان يعرف أنا فعلا هكير ناحية الحاجات ديت ولا هتنشها واكتب حل وبعد كده اكتشف ان الحل ده لا الـ problem اللي في دماغي كانت مختلفة والحل ده بتاعك مش هينفعل فكان ممكن كان المفروض انك تسأل عليها من الأول ايه نوعية الـ constraints بقى للمفترض انا افكر فيها او اسأل عليها عندي شوية constraints بتأثر على الـ memory وفي شوية constraints بتأثر على الـ time الـ constraints اللي ممكن تأثر على الـ time عندي هي مثلا حاجة زي اللي هنت بتاعي العريق طبعا الحوار بتاع الـ time complexity والـ memory complexity هو موضوع طويل شوية كماش هنتكلم عليه in depth بس يعني نوعا ما ديت الحاجة اللي احنا بنبص عليها عشان نعرف اكتر عن الـ memory complexity وعن الـ time complexity بتاعي يعني مثلا هنا انا هحتاج ان انا مثلا احسب لكل element في الـ array فهحتاج ان انا امشي على الـ array هنشوف دلوقتي حل وحش من ناحية الـ time وهنشوف حل كويس من ناحية الـ time ونشوف حل وحش من ناحية الـ memory وهكذا نحتاج ان انا اعرف برضو الـ size مثلا متعة الـ containers اللي انا بمشي عليها هنا بيقول لي ان الـ container ده او الـ array اللي هو هيدهني هيبدأ الـ size بتاعها من اثنين ممكن يبيني array طلها اثنين واي رقم لغاية عشرة وصة خمسة عشرة وصة خمسة اللي هو مئة الف تمام؟ فادي حاجة من الحاجات اللي انا ممكن احطها وانا بفكر انا بحضان في الـ step اللي جايه وبعدين بيقول لي الـ numbers of i او اللي هي الـ elements بتاعة الـ array الـ size بقى بتاعها اللي هو الرقم ممكن يكون عامل ازاي عشان اعرف شكل الرقم ده بيحدد برضو الطريقة اللي انا اخزن فيها فهو هنا بيقول لي ان الرقم ممكن يكون اكبر منه وبيساوي ساري بتلاتين وأصغر منه وبيساوي تلاتين اللي هو ممكن يبقى ساري بتلاتين ممكن يكون اي رقم لغاية موجب تلاتين انا بالنسباني ممكن problem زي دي ابيتها ابدأ افكر فيها ساي انا ممكن افكر دلوقتي ان انا مش عايز مش عايز ان انا اقسم يعني عايز زي ما هو قال لي انا هعمل حاجة big of n ومش عايز ان انا اقسم طيب بدل ما اشغل نفسي بكون constraints كتير ولاقي نفسي ان انا بحاول احل فيها details كتير كلها مرة واحدة ممكن ان انا ابدأ بحاجة عبيضة جدا يعني ممكن اعمل حل ممكن ما يعبيش بس عايزه بس يبيني البروزيس ويبيني الoutput اللي طالع عامل ازاي وبعد كده اقدر ان انا امشي وابني عليه وان انا بعد كده اهلت ما عايز حاجة زي دي ممكن نعملها ازاي من غير ما احنا نقسم ممكن نعملها بشكل عامل كده وخلينا نكتب مثلا راي اللي احنا عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة وبعد كده عايز اشوف الانصر لكل يعني كده الانصر هكتبها عايز الانصر لكل فالانصر لكل اسهل بالنسبة لي عشان ما اقسمش ان انا استخدم الضرب بس صح عشان استخدم الضرب بس ممكن ان انا امشي من عند ده لليمين وامشي من عند ده للشمال لو انا بدأت من هنا لغاية الاول افضل اضرب 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 بس ولو ممشيت من هنا لغاية الاخر افضل اضرب 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 بس مش هحتاج ان انا اعمل فهنا انا بدل ما كنت بحل البروبلم من ناحية ان هي الاري كلها مضروبة بعض ما عادة انا اسمتها النصر ان هو الجزء اللي على شمالي مضروب في بعضه والجزء اللي على يميني مضروب في بعضه والاتنين مضروبين في بعضه المهم بقى يعني التحويل ده الكلام في دماغك ازاي انت بقى بتفكر فينك تحول الكود يعني لان معظم الناس انا بحس انها بتستراجل في الحتة دي انه هو ممكن يكون فكر وجي في دماغه سولوشن او فاهمه بس ازاي بقى يحول ده للكود يعني. جميل. طيب هو اه حتة التحويل لكود عشان احاول حاجة زي دي الكود. انا محتاج ان انا اسمها هو الحوار بيكون اه الناس بتستراجل شوية لان هي بتحاول تاخد الحاجة كلها على بعض ويتحاول تعملها. يعني مثلا انا عايز اطلع على الماكسيموم في الاراي فانا عايز اطلع على الماكسيموم في الاراي. لا انا عايزة ابريك الحاجات ديت لشوية ستيبس اصغر منها شوية ان انا بمشي على الاراي. ولكل رقم بقارنه مثلا بالارقام اللي قبله اللي انا شوفتها لغاية دلوقتي وبعد كده لو ده اكبر باخد الالتيبير وهكذا. مش بقسها بنفس طريق التعاملي كبشرين. انا ببص على الاراي اطلع منها اكبر رقم في دماغي وبعد كده اطبع. الكمبيوتر عن كده. ففي البرمجة محتاج ان انا اوصف الاراي بتاعتي بشكل مفصد اكتر. بحتاج ان انا يعني اتدرب شوية ان انا اشوف دماغي من جوه بتفكر ازاي على مواصلة الفكرة بتاعتي. فاقدر اعمل كده ازاي. اقدر مسلا بالنسبة لحاجة زي الحتة دي. ان انا بقول اول حاجة انا هحسب الانسر لكل بوزيشن صح? معناها ان انا هحتاج ان انا الف على كل بوزيشن. معناها ان انا محتاج حاجة تفضل تريبيت معايا من الاول للاخر. يعني واضحة جدا ان انا هستخدم اللوب. اللوب دي بيحصل جواها بروسس. احين كانت البروسس ممكن هتبقى حاليا. بس اقول فكرة ان هي هتتكرر على كل الواحدة فاقدر ان انا اعملها بفور الجود مثلا بنتمشي كده. دي اول ستب. بعد كده خلينا بقى ايه? نسيب الحتة لستب اللي فوق ونبدأ نكسر برضو اللي ستبسل لجهوه. فاقدر ان انا اقول ايه? دلوقتي بقى لكل لفة ان انا واقف عند معين. خلينا ناخد من النص. عايز ان انا امشي من عنده لغاية الاول. واجيب صح? طيب. دي اتستب. ممكن اخد دي لوحدة اعتبر ان لافيش نص تاني اصلا. بتاعتي لغاية دلوقتي ان انا امشي من عنده كل لغاية الاول. فانا محتاج لوب تانية. خلص? يعني دلوقتي محتاج ان انا وانا واقف عند ده. لوب تانية بتمشي من عندي لغاية اول الاري. او من قبلي بواحد لغاية اول الاري. وفي كل لفة من دي هتعمل ايه? تاخد البرودت. فانا محتاج قبل اللوب مثلا. البرودت ده اللي انا هخزن فيه البرودت سوفور. وهامشي من قبل الاري. اللي انا واقف عنده لغاية اول الاري. وكل مرة ان انا مسلا ايه? عند الاتنين كده. واقف عندها باول. عندي حاجة تانية كده. انا هنا قصدي مش البوينتر. اللي هو البوينتر الحقيقي. يعني اصد البوينتر اللي هي حاجة بتبوينت للألمنت. اللي هو الارقام من زير الكلب. وعندي هنا جي. الجي ده كبير ده من I-1 اللي هو الهنا وهياخد ايه? هياخد البرودت بتاعي. البرودت اللي هي بواحد هنا. تمام? بعد ما اخلص بقى انا عندي مثلا اسمه او حاجة زي كده. او حاجة زي كده. او بتاعته واحد. بعد كده انا انا عايز اجيب بنفس الطريقة. فانا محتاج مثلا حاجة تاخد بقى ايه النص التاني. النص التاني هابدأ ازاي? هابدأ برضو من عند ال I-1 وافضل اخد البرودت وانا ماشي لغاية الاخر. اخد البرودت وانا ماشي لغاية الاخر يعني هافضل ايه? اضرب تلاتة اربعة باثنشر. يبقى عندي مثلا تاني تاني ده بيساوي اثناشر. وبعد كده بعد ما قسمت الجزء الانصر هي او فيس جدا ان انا هضرب الرفت وكده انا ما حسبتش نفسي. واجبت الانصر اللي انا عايزه. ماشي. عندنا اجزامبل زي ده مثلا. الاجزامبل اللي هو ميضاني هنا. وانا محتاج زي ما اتفقنا هي حيثة الاولى 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 اللي هتمشي على كل الانصر. احنا قلنا دلوقتي هتمشي على كل الانصر تحسب له الانصر. فاحنا اعتبرنا حساب الانصر دهات كبلاك بوكس لسه منعرفش. احنا دلوقتي عايزين نعرف حساب الانصر لكل الانصر لكل الانصر ان انا زي مثلا زي ما احنا اتفقنا مثلا وانا واقف عند ده. عند الانصر ده. فانا محتاج حاجة تمشي في الحتة دي كلها. وتحسب البرودكت بتاعت دول. البرودكت بتاعت دول كده وتخزنهم في حاجة. تخزنهم في حاجة طيب احنا نخزن في ايه؟ احنا دلوقتي احنا دلوقتي. البرودكت بتاعه نمبرز. هو قال لي ان انت ما تقلقش اي بريفيكس او اي سافيكس هي فيتفل 32 بتانتجر. فاقدر ان انا عمل واحد بس. البرودكت بيبدأ بواحد. لاننا طيب طبعا انا احنا 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 اح اضرب كله بزيرو وكله هي بصفر. احنا ما فيش حاجة عاتفينه. طبعا. فانا هبدأ بواحد. بعد كده هبدأ لمشي على الارقام اللي وراية مثلا. لو انا واقف عنده التلاتة. همشي على الارقام اللي وراية. وكل شوية اضربها في الارقام اللي انا بخزن فيه. اللي هو الارقام على شمالي. وبعد كده محتاج الارقام التانية بتاعتي. ان انا هبدأ بقى من بعدي. وهجيب الارقام بتاعت الجزء مثلا. طبعا. بردو. بنفس الطريقة ان انا عندي محتاج الارقام، بخزن فيه. المحتاج الارقام بتاع الارقام بدأت. وكده همشي فإ Commonwealthure. في الارقام التانية لا يبقى في الآخر عندي الارقات يوم بخزن في الارقام وهو العائد من غير الاشام للشمال ان award دلوقتي عندي الانسر بتاعة الالمنت اللي انا عنده. فالانسر هتبقى ان انا للاوبوت الخارجية اللي انا ما انتظرها هتبقى الاري دي بضرب بتاعة كل بوزيشن بضرب اليمين بتاعه في الشمال بتاعه فبيديني الناتج بتاع البوينت اللي انا اعرف عليه. بالضبط. تمام. حاجة زي دي ممكن نبدأ نكوتها. اه ممكن نسيبه. اه سيبه عشان يبقى واضح برضو. اوكي تمام. في حاجة من حاجات اللي هي كويسة ان احنا نعملها. ولما بحب نعملها شخصيا يعني. ان احنا لما نكون هنستخدم مثلا الـ size بتاع الاري. اللي هو دعاني دي. ان انا اعرفها بconstant. بحيث ان انا قادر استخدمها بشكل اه بشكل اسراء شوي. يعني طالبنا هستخدمها كتير بدلا من موضل اكتب nums.size مثلا او nums.length على حسب اللغة اللي بستخدمها. يكون احسن ان انا اعرفها variable. variable بين الاسم بتاعه سهل. حاجة مثلا ممكن يكون متعارف عليها. ويستحسن تكون اللي هو اقالها في الـ problem statement نفسها. هنا هو هنا عشر للـ size بتاع الاري بـ n. فما عنديش مشكلة ان انا اعمل حاجة زي دي. اقول له مثلا مست.nt.n. بعرف الـ n انه هو typecast بتاع الـ size.nt. بعد كده انا محتاج زي ما احنا قلنا. عايز اول اللي هي الحاجة اللي هتمشي على الـ elements كلها. كل الـ elements الواحدة. اللي احنا اتفقنا ان هي هتكون loop. اللوك دي تكون عاملة كده. ممكن نعرف مثلا الاول بتاعنا اللي هو اي. الاي بيمشي من الزيرو لغاية طول ما هو ازغر من الامن. هلظر اللي نعمل وصف اللو عادية جدا. وهنا زي ما احنا اتفقنا اللي هو ايه? solve. لكل لفة من دي. هصل. ازاي هصل لكل نومز اف اي. البروسس بتاع اللي احنا كسرناها فوق. فانا حرفيا الـ steps اللي انا قلتها انا بترجمها دلوقتي. واحدة واحدة. احنا قلنا ان احنا عندنا اه عايزين نكالبيلات. ازاي كالبيلات الليفت بورت. احنا اتفقنا ان انا عايز بتاع الليفت بورت. فانا محتاج loop تانية. اللوك التانية دي بتلف على الارقام من الـ i-1 لغاية بداية الـ array. اقدر اترجمها بلوب حقيا. الـ iterator التانية بتاعي ويمشي من عند الـ i-1. وطول ما هو اكبر من او بيساوي الزيرو. يبقى انا لسه ما وصلتش لبداية الـ array. وكل مرة من دي. هنقص الـ index بواحد. او ده لا مشي الورا. او مشي الورا. بعد كده هامل ايه? بعد كده مفروض ان انا جده product. طب. جده product. دلوقتي انا محتاج ان انا اخزان الـ product. خزان الـ product فين بقى? هنا الـ variable اللي احنا. فانا احنا عايزين نخزان في الـ product. نقدر بقى يجي هنا. واقول ان انا عندي lift product مثلا. يساوي. بيبدأ بالمحايد الرقم المحايد اللي احنا اتفقنا عليه. بعد كده كل لفة من دول هو بيعدي على element. فكل element من دول انا عايز اضربه في lift product. انا عايز الـ lift product. ادرى بقى من دول جيد. اذا لغاية دلوقتي انا هنا معايا الـ lift product. اريد احصل الـ right product. هامل نفس الحوار بس من ناحية ده. نده. ويت. فالت. كده. انت. ويت. اه. اه. واحد. وقدروا من امشي باللوق. من بعد الـ i. بواحد. لان احنا كده كده مش عايزين نحسب الـ i. اه. هنبدأ من قبلها. هنبدأ من بعدها. لحد الـ n. لغاية الـ n بقى. عشان بنمشي العكس. وهنعمل بلاس بلاس. لان احنا هنفضل نزود الـ index مش هنقص مش هنرجع الـ ورد. وبعد كده نجد الـ product. انه هو الـ right product. اضربه الرقم اللي انا ويفعله حاليا. دلوقتي بالنسبة للـ index i. انا جبت الـ left port وخلص جبت الـ right port. قدر بس كده اقول ان الـ answer اهو الماديات اللي كنا لسه هنرجع لها دلوقتي. ويساوي left port او left product في right product. وبعد كده محتاجين احنا نفجع الـ answer. بس الـ answer دي مش موجود. احنا دلوقتي واحنا بنحل لقينا ان الجزء ده من الحل هحتاجي ان انا اخزينه في الـ return array بتاعي. صح? فانا الاول كنت بحل وبشوف ايه نوع الـ data type اللي انا محتاجة اخزينها. ولما وصلت لنوع الـ data type دي عرفت انا اخزينها. شفت الحاجة المناسبة. يعني لما كنت عايز اخزين الـ product في الـ product اللي هو بتاع int values فانا كان من الـ constraints كده بيقول لي ان دي كلها هتفت في int variables عشان كده خزنت في int variables. انما هنا انا محتاج ان انا اخزن شوائيه values لكل index value. يعيما اشوف الحاجة المناسبة بنفسي يعيما لو هو حاجة زي دي هو معرف لي اصلا الـ data type اللي انا هرجعها فانا هبعارف ان انا محتاج دلوقتي فيكتور من الـ type int اللي هو الـ answer اللي انا سميته answer يعني. والـ size بتاع بدي الـ size بتاع اللي هو hint لان احنا عايزين elements كل elements فيهم لـ answer. طيب هيبقى بنفس بنفس العدد. طيب احنا احنا خلصنا بغاية دلوقتي كل steps ممكن نجرب نرن. طبعا ده مش اعدي. اها طبعا. بس هو بيطلع الـ answer زي ما احنا عايزين. طبعا. بس تي بقى حاجة. احنا بقى دلوقتي دي عايزين نشوف. ده مش هيعدي ليه. ده مش هيعدي لانه هو قالي هنا انا عايز الـ algorithm بيعدي في ايه. بيعدي او ايه. اها بالضبط. لكن اللي انا عامله ده بيعدي في ايه. اللي انا عامله ده خليني احسنته مع بعض. بالضبط. منين بقى جاءت الـ on square. جاءت الـ on square لان انا عمدي N مرات. صح? لكل element بعدي عليه مرات. فانا بعدي N مرات. وفي كل مرة من دول بعمل اتنين لوبس. كل لوب منهم بتمشي عدد معايل. بس الاتنين مع بعض مجموعهم. N-1. احنا احنا بنمشي على الاريه كلها مع عدد اللي انا واقف عليه. يعني انا همشي على N-1. فN-1 مضروبة في اللوب اللي بره بتمشي N. بقى ان انا هيبقى عندي معادلة عنها كده مثلا. انه هو N في N-1 كل مرة. اللي هي ديتنا احنا نقول ان هي N في N. يعني في الكلسة الاخواص يعني. آآ ناقص N. بعد كده نقبل ان هي N-N. وطبعا البيج اهو بتكون البيجس ترم. اللي هو اللي بيكون البيجس ترم اللي هو اللي هو الانسكوير. بقدر اقول ان السلوشن بداعي هو. اهو. اهو بج اهو. وطبعا ده ما يعديش. اللي بقى? عايزين نفهم ده بتقسيب اكتر بردو شوية. الانسكوير معناها ان الانبوت لما يكون مسلا في الاكبر رقم بالنسبة لي اللي هو مثلا عشرة وصة خمسة. العشرة وصة خمسة دي لما تبقى سكويرت بتبقى عشرة وصة خمسة. فعشرة وصة خمسة. فالضرب احنا بنجمع القصص. دي هتبقى عدد اللي انا هعملها تقريبا عشرة وصة عشرة. عشرة وصة عشرة دي مسلا بالتقريب كده بتعدي في عشر ساعة. طبعا ده فاغلب بيكون مستني مني مسلا حاجة بتعدي في ثانية او بتعدي في سنية. حيلو جدا. كنت عايز برضو اهوري الناس احنا قلنا انها مش هتعدي بمعنى ان انت لو جيت تصمت هو هيزعل. فهيبقى هو دلوقتي عدى البسيطة اللي هي المبدئية بس اتأكد ان الحل شغال. بس لو انت جيت تعمل سابمت فهيزهر لك بقى ان فيه مشكلة في البرفورمانس انه الحل ده بطيء مش اللي هو متوقع. زبطا يقولي ان الحل ده ابطأ من اللي انا مستنيه منك بيعدي في وقت كبير جدا حتى لو صح ممكن يكون صح بيطلع الاتبت زي ما احنا شايفين بس مش بيعدي في اللي هو مستنيه من ده. فلو وجينا نعمل سابمت مثلا هيطلع لي حاجة يقولي يعني هو حاطة لمت معين للبروبلم او للكوت بتاعي انه هو يعدي فيه. والكوت بتاعي او عدا اللي هو كان حالي من ناحية التالي. فعلم? لان الكوت سي ما احنا اتفقنا هو ابطأ من اللي هو كان طالبه مني اصلا. يعني احنا كنا بنعمله كاستورتينج فوت. فخلينا بقى نبدأ نحول ده او انت بقى نفسك بتفكر فيه ازاي انك تخليه يتحلف في اول حاجة عزينا نفكر في دلوقتي خلينا بقى انلايت احنا بنعمل ايه في الحل يعني النايذ يعني عندنا مثلا را واحد اتنين تلاتة اربعة. وخلينا نشوف بارت واحد بس من التو بارت اللي احنا بنعملها. فبهم؟ خلينا نحسب لكل واحد الليفت بورت. البرودكت بتاع الليفت بورت. خلينا نشوف كده. مثلا البرودكت بتاع الليفت بورت. للواحد. عيباب كين? واحد. عيباب واحد. طيب اللي هو ايه? اللي هو حاصل ضربة كل دول. طيب. ناتج بتاع الليفت بورت. للاتنين. حيكون واحد. اهو بالضبط. وبالنسبة للتلاتة. اتنين. هيبقى اتنين. وبالنسبة للاربعة. هيبقى ستة. هيبقى ستة. اختي بالك من الاسهم اللي انا بعملها. الاسهم ديت بتعدي على نفس الحدك كذا مرة. يعني. لما انا كنت عامل البرودكت ده. اللي هو بتاع الواحد. الليفت بورتكت بتاع الواحد. الاتنين. لانت محتاجة الليفت بورتكت بتاع الواحد. هو هو مش هيتغير. وزودت عليه رقم زيادة. لان هي تحركت اليمين. على شمالها رقم زيادة. اللي هو الواحد. فاخدت الليفت بورتكت بتاع الواحد. وضربت فيه رقم زيادة. اللي هو ايه? اللي هو واحد. التلاتة. هتستخدم نفس الليفت بورتكت بتاع الاتنين. اللي هو واحد. وهتدرب فيه الرقم الزيادة. اللي جاء على شمالها. اللي هو الاتنين. يبقى هو ده كتبتاع الاتنين. الاتنين. وهنا برضو الاربعة هتاخد ده كتبتاع الاتنين. اللي هو كل الحتة دي. الحتة دي كده. مضروبه في كم? مضروبه في التلاتة. فهنا هنقدر نقدر نقول ان احنا فيه شوية كومبيتيشنز احنا كنا بنعملها من اقارب جديد واحنا ما قلناش محتاجين. احنا نقدر نستخدم اللي عملها الرقم اللي قابليه وهنزود عليه بس رقم زيادة او زيادة مش محتاجة بانه امشي من اول الاري لغاية الحتة بتاعته او من عندي لغاية اول الاري اي امكاني ان ترتيب اللي انا همشي به عشان اعرف اجيب البرودكت بتاعي. لا البرودكت بتاعي ممكن يعتمد على البرودكت بتاع اللي قابليه. طيب ده هيساعدنا ازاي? او ده دي حاجة ممكن تقلل الكمبليكستي بتاعتي ازاي? ان انا مثلا لو ما كنت عند الواحد مشيت زيرو خطوة. بعد كده عند التلاتة مشيت خطووتين بعد كده عند الاربا مشيت تلات خطوات وهكذا تهام? لكن بالطريقة اللي انا كنت بعملها دي الخطوة بتاعت الواحد انا هستخدمها واعمل عليها واحدة بس ان انا هضربها فرقم جديد فانا هعمل واحدة. وهنا هعمل واحدة. وهنا هابد برضو الاتنين حسبةو وهسعمل واحدة. انها عمليات الضربة الجديدة بس اشكتر. هلاقي اننا بدل ما كنت هنا زيرو زي واحد زي اتنين زي التلاتة اللي هم ستة خطوات عدد الخطوات هي بتلاتة بس. ده بيفرق في الارقام الصغيرة او لا مش بيفرق في الارقام الصغيرة. بس ده بيفرق في الارقام الكبيرة. بيفرق في الاري لما تبقى كبيرة جدا. هعمل عدد خطوات زي اللينس بتاع الاري بزبطة. اللي هو من الاخر او ان. مواضح لغاية الوقت. لا لا تمام. فانت هتحسب البرودكت بتاع كل نقطة. وما تيجي للنقطة اللي بعدها. هتستخدم اللي قبلها وتزود عليها بس ضربة في الايه في الجديدة وهكذا. فانا بدل ما انا هاعد احسب هاضرب في كل الارقام اللي قبلي لأ. انا خلاص ما انا قريدي ضربت في اللي قبلي. فهستخدم الرقم الناتج اللي معي. اضرب بزود عليه الخطوة الجديدة. وخلاص. فكده انا وفرت كأني عملت او المسامة وفرت الخطوة دي وخلاص ان انا ما عملهاش ايه. بس ضبط احياء. هو ده نوع برضو ده نوع من او حاجة زي كده. بس يعني هو النوع اللينير بتاعه اللي هو دي فكرة اللي احنا اتكلمنا عليه هذا الزبط. انا هو كل اندكس من القغيبة اللي انا هعمله دلوقتي هيكون فيه بتاع كل اللي ورايه لغاية الاندكس اللي انا واقف عنه. هنعمل حاجة زي دي ازاي وممكن نحولها بقى. بس خلينا نكتب كومنت الاول برضو لان الكومنت بتوضح اكتر. خلينا نعرف احنا عايزين بلد ايه دلوقتي? دلوقتي مش عايزين نعمل الحل. احنا عايزين نعمل حاجة تسعيدنا ان احنا نعمل الحل الجديد. ايه الحاجة دي? جديد او جديدة اسمها بريفيكس. دي هيكون فيها ايه? دي هتكون بتستخدم اللي قبلها عشان تحسب نفسها. بخطوة واحدة. ازاي? يعني هيكون فيها بتاع الارقام من الاول لغاية الاندكس اللي هي واقعا عنده. اللي هو هنا نضرب الارقام من واحد لواحد. بعد كده هنا ضرب الارقام من واحد الاثنين. وبعد كده من واحد لتلاتة اللي هي ستة. هاده كده هنا اربعة وعشرين. يعني الاريه الجديدة هتكون عاملة كده. وعايزين نعمل نفس الحركة. احنا كل ده كنا بنحاول ان احنا نحسب الليفت فورت. تمام? طيب احنا اصلا لو عكسنا الاريه هنقدر نحسب الاريه زي الليفت فورت بالزبط. بس احنا مش عايزين نعكس الاريه. احنا عايزين نعملها وهي اه وهي زي ما هي. فاحنا هنعكس الحاجة اللي احنا بنبنيها اصلا. هي هتبدأ من العكس. يعني مثلا كده هتبدأ من هنا ان هي اربعة. وبعد كده هتبقى اربعة في تلاتة اللي هي بتنصر. وبعد كده بتبقى اتنصر في اتنين اللي هي اربعة وعشرين. وبعد كده تبقى اربعة وعشرين في واحد. هي اربعة وعشرين بلا. احنا عايزين نبني عاملين الشكل ده. طيب. خلينا نعملها بالكوت. عايزين اول حاجة دردوها. هنعرف نفس بتاعنا. وعندنا اللي احنا هنعمل فيه الانصر. وعندنا اللي احنا هنعمل فيه. ده برجو بيد ده من الان وعندنا عكس والسوفيكس. عايزين نمشي مسلا نحسب البريفكس زي ما احنا قلنا. انه هو يبقى فيه بتاعت الاراي. عاجة زي دي. عشان كده عملنا تلاتة قرية. صح? واحدة فيها الانصر. اللي هي غالبا يعني هي هيبقى فيها مضروب في السوفيكس. ده الناتج النهاية باعت الانصر. فاحنا درنا ان احنا دلوقتي نفيل البريفكس والسوفيكس. بالضبط. احنا دلوقتي عايزين نفيل البريفكس والسوفيكس. ازاي 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 افنية حاجة زي دي؟ او ازاي في الحاجة زي دي؟ عايزين نقسمها برضو الخطوات. الخطوة الاولى زي ما احنا قلنا احنا نحسب لكل اندكس. فلكل اندكس محتاج برضو زي اللي احنا عملناها دي كده. ومن جواها هنعمل اي? ازاي نفعل البيفكس البي? احنا اتفقنا ان البيفكس بتاع الاي بالبيفكس بتاع الاي ماينس ون او اللي حسبه الرقم اللي قابله مضروب في الرقم جديد. بس رقم واحد جديد. اللي هو الرقم اللي انا واقف عليه. فقدر ان انا اقول ان الرقم اللي انا بحسبه حاليا هيكون ناتج حسبة الرقم اللي قابلي مضروب في الرقم الجديد بتاعي. تمام? بس هنا في حتة بسيطة. محتاج ان انا اخد دالي منها. دي الفكرة العامة. ايه الحتة البسيطة اللي انا محتاج اخد دالي منها? انا اخره برا الاري. بالضبط. انا بدأ من زيرو. فبدا من زيرو. الاري بتبدأ من زيرو. فلما جاء اكسس البيفكس الواحد. ممكن تبقى موجودة في بايزن بس هتجيب حاجة برضو غير اللي انا عايز. هتجيب المنت من اللواء الاخير تقريبا مش عارب فيه. في لغاة بتعمل كده تريد. اه بالضبط هتجيب اول واحد من الاخر. لكن في حاجة زي الـ C++ هتعمل لي حاجة اسمها الـ Out of Bounds. Out of Bounds هتعمل حاجة زي الـ Run Time Error. فانا محتاج ان انا اخد بالي من الـ Fase. ممكن نكتبها باكتر من طريقة. انا ممكن افضل الـ If not wadha. ممكن نكتبها بطريقة. انا اعتقد مش هزوء. اوكي. ممكن نكتبها هنا بطريقة ان احنا عندنا حالتين. الحالة الاولى ان الـ i يكون اكبر من الزيرو. لو الـ i اكبر من الزيرو اقدر ان انا اخد الـ prefix of i-1. لو ساعتها مش هطلع برها الـ Downs اقدر كده اعمل الـ prefix of i-1. لو ما كان مش. لو الـ i مش اكبر من الزيرو يعني الـ i في زيرو. ساعتها عايز اضرب حاجة برده ايه. حاجة تكون. انا متزعلنيش. فاضرب واحد. اضرب واحد. فكده اقدر اقول ان انا حسبت الـ prefix من غير ما اطلع برها الـ Downs. من غير ايه. معامل مشكلة. محتاج اعمل حاجة تانية. اقفل بيها لصفت. انا غير دلوقتي الـ prefix بتاعي. ممكن حتى انطبعوك. حاجة على شكلها ازاي. حاجة بس سعيد. مش حاجة تابعة الحال. تعمل? وهنا برضو محتاجة مننا ارجع له اي حاجة عشان ما يزعلش مني. اه دلوقتي ما فيش الانسر ولا حاجة بس انا برجعها بس. اه حلو حلو انك تبين يعني انت وانت بتحل بتعمل ايه يعني ما انت بيدي باجي ازاي وحكا زي. اه. طيب. اه دلوقتي حاجة في الـ debugging. اه طبعت لي انه في مشكلة. ايه هي المشكلة? المشكلة انا ما اخدتش باريو انا بكتب ان انا الـ vector بيبدأ بـ zeros. الـ initial باريو بتاعته zero. فانا هنا لما باجي اضرب الـ prefix of i-1 اضربه في النومس. بضرب اللي قابلي في zero. اللي قابلي اللي هو الزيرو بضربه في النومس of i اللي هو رقم فهيتصفر كله. فانا هنا كنت محتاج ان انا اهدي الـ value للـ vector. اها. بس دي حاجة اه برضو للغة فاحنا برضو مش عايزين الناس يعني يكون له احنا الهدف انك تشوف الخطوات اللي بتتعمل ايا ايا كان ده اللي بيتفرج. اه وطبق ده في اللغة بتاعتك. ما تركزش اصلا مع كود لو انت ما بتحلش بلاس بلاس ولا تخاف احنا بنقول الخطوات بالزبط. انت ممكن توقف الفيديو وقت ما تحب وتروح تعمل نفس الخطوة دي اه باللغة بتاعتك. بس انت احنا بنوريك المشاكل اللي بتواجهنا. ممكن يبقى في لغة تكفيه المشاكل دي ممكن تبقى مش موجودة وهكزا. بزبط. لما تيجي تبدأ حاجة يعني ابدأها بواحد اي ان كانت اي ان كان السنتاجس بتاعها او الاستخدام بتاع لكن هنا انا بحكي على سي بلوس بلوس لان احنا نتقدم سي بلوس بلوس. لما نيجي ندص على او بتاع الديبوجين هلاقي ان البيفكس عم بيشكله عامل كده. انه هو واحد اتنين ستة اربعة وعشرين اللي هو احنا كنا عايزين نعملو في حالة في الاول. احيانين ستة اربعة وعشرين. انه هو كل. بس احنا هنا ما عملناش اكسي كلود لحاجة. انت ضربت في كله عادي. صح? ما فيش اكسي كلود للكرنت المنت اللي احنا قفين عنده. اها لان احنا لسه مش بن لسه مش بن كمبيت الانسر. طب لما اجي على كمبيت الانسر ممكن نيجي لحتة كده. لان احنا لا تمام استمر انا بس بوضح دي لان احنا احنا حسبناها واحنا رايحين يمين بنضرب عادي واحنا رايحين شمال هنضرب عادي وفي الاخر بقى انت هتوضح في ال وانت بتبلد الانسر اري. بالضبط وانا ببلد الانسر اري هابلد بتريها مختلفة شوية. انا لها اكسي كلود بنفسي. طبعا? وانا شرح ابرده على الواد. ممكن مسلا نعمل العكس. احنا عايزين بقى الصوفيكس تمشي من الاخر للاول وتعمل نفس اللي بتعمله. عشان نعكس حاجة زي دي. اه هي بصلا تكون لعبة على الباونز بنمشي من الان ماينس ون اللي هو اخر اندكس. اه طول ما هو اكبر منه وبيساوي الزيرو اللي هو اول اندكس. وكل مرة بنقص الاندكس بواحد عشان نمشي من الاخر اللي هو. لا وضح دي اه وضح انت بقى بتعمليه على الاري ممكن تحط كومنت الاري نفسها وورينا تماشي ازاي ده بقى. طيب طيب انا دلوقتي بقى حاولة بلد السوفيكس ري اللي هو عامل ده. اللي هو عبارة اول لغية كده لأ الصفيكس هيكون البرودكت من الاخر لغية الاندكس. تمام. اللي هي العكس عن الله. طعم? يعني واحد اثنين تغيات الاربعة هتكون عاملة كده. دي تكون الاربعة ودي هتكون الاربعة ثلاثة الاتناشر ودي هتكون الاتناشر في اتنين بابعة وعشرين ودي هتكون الاربعة وعشرين في الواحد اللي هي اربعة وعشرين. طمام? lenدي دي الرئي اللي احنا من حاولنا بذها دلوقتي فمحتاجين ان احنا نمشي من الاخر اللي هو اخر اندكس اللي هو انه مينس 1 لغاية اول اندكس اللي هو بزيرو بنعمل كل مرة مينس مينس فكل مرة بنقص الاندكس بلاحد طيب بعد كده احنا عايزين في كل خطوة من دوي مثل suffix with i بالشكل ده قادر ارويل من suffix with i بتساوي عندي برضو هنا حاجة محتاجة ان انا ناخد بالي منها بس هنعمل general case الاول ان هي اللي قابلي في ال suffix مش مينس 1 احنا ماشي من الاخر الاول فاللي قابلي في ال suffix اللي هو ال plus 1 لان انا بقى مينس مينس فانا راجع لورا تمام؟ suffix i plus 1 نضغط بالنمزة بعض بس هنا محتاج برضو اخد بالي من حاجة شبه اللي فوق ان انا اطلع برا الاري بس من الناحية اليمين بطا بزبط هبقى n ان انا بدأ من n minus 1 تمام اه الاري بتبدأ كده اكيد زيرو واحد اتنين تلاتة وهو اخر اندكس اللي هو ال n minus 1 مفيش n فاحنا لما نبدأ عند ال n minus 1 منيجي نشوف ال plus 1 هيكون اندكس غريب كده هيكون اندكس مش موجود اللي هو ال n احنا عايزين ما نخبطش في ال index ده هنطلع برده out of bound بس من الناحية التالية فاحنا عشان نهندل حاجة زي دي ممكن نهندلها بنفس الطريقة اللي هو لو ال i اصغر من ال n minus 1 ساعتها هنعمل ال i plus 1 غير كده برضو هذا رب حاجة ما ازعميش اللي هي ال واحدة تمام كده ممكن برضو ان احنا اه نطبع مش لازم نعمل لها لوب تانية ممكن اه اولاد نعمل لها لوب تانية من ان احنا ماشيين بالعكس مشان نشوفها بترتيبها العادي ده برضو مالوش ده بالحل لا انا كنت حابب ان احنا اه نطبع فنشوف ان ال prefix شكلها ايه وال suffix شكلها ايه بحيس برضو لصورة باضحة الناس و احنا بنبلد ال results النهاية اهه بالضبط اه ده كان ال prefix زي ما احنا طبعا انا مرة اللي فاتت المرة دي مفروض ان احنا نطبع ال suffix عشان نبص برضو اللي احنا بننادى شكله عامل ازاي شكله عامل زي اللي احنا بنقول احنا عايز ان نبنى اه 24 24 22 4 اللي الارقام دي زي ما احنا قلنا ان احنا ماشيين من الاخر اللي اول نفس فكرة ال prefix بس من الاخر محتاجين بقى ايه دلوقتي معانا prefix و معانا suffix نعمل بهم ايه مفيش حاجة دلوقتي اعملهم ايه دلوقتي بقى عايز constructive answer بتاعتي لو انا عندي prefix بنيتها بسرعة مش عامل on squared و عامل suffix برضو مش on squared عامل بهم ايه في الاخر ممكن نرجع لل white word بتاعتنا اثنى ونيجي نقول ان انا دلوقتي عندي واحد اتنين تلاتة المسال اللي بتاعب معانا ده اه فانا محتاج اه ابني منه حاجة الحاجة اللي احنا بنناها اللي هي واحد اتنين ستة اربعة وعشرين ده ال prefix وبنيت منه حاجة تانية اللي هي اربعة وعشرين اربعة وعشرين اتناشر اربعة تمام؟ ده اللي هو اللي ببني من الاخر للأول وعايز بقى ال answer بتاعت كل index ازاي اقدر اعمل كده واحدة بس اه زي ما احنا بتتفقنا ان احنا مثلا عند الرقم ده والرقم ده حلو عشان حواليه ارقام يعني مش على ال edge او ده حاجة فهو قبله شوية ارقام وبعده شوية ارقام ونا عايز ال product بتاعه ال product ده عباره عن ايه ده product and suffix و prefix تمام؟ يعني مثلا مثلا هنا اللي هو عايز ضرب الارقام الاول الاري لغاية ما يقف عند الاتنين اللي هو ايه لو ده ال i يبقى ده ال prefix او ايه ال prefix of the i-1 صح ده ال prefix اللي بيخلص عن قابلي بواحد ده ال product اللي انا محتاجه طيب لو انا بقى محتاج ال product من اللي بعدي لغاية اخر الاري يعني بقول لو ال product من اخر الاري لغاية اللي بعدي صح؟ اللي هو ال suffix اللي هو ال product بتاع ال suffix ده بقدر اقول ان ده ال suffix بنكتبها كده باختصار يعني بس مش ال suffix بتاع ال i plus one فده ال left وال right اللي انا كنت بجيبهم بلوبس بس انا دلوقتي عملت بحيث ان انا مش في كل اندكس هعمل نفس الكمبيتشنز بتاعتي من اول وبدي فقدر ان انا عاملها واحدة بس ان انا اكسس من الاري ال prefix of i-1 وال suffix of i plus one وضربهم في بعض ده ال left product وال right product اللي انا كنت بجيبهم وعد كده بس ده ال answer يعني لو جينا نجرب على دي كده مثلا التلاتة دي ال prefix of i-1 التنين ها وال suffix of i plus one اللي هو ال اربعة اهية الاتنين دا اربرون في بعض التمانية طيب ال answer بتاعت التمانية كانت تاعت التلاتة كانت كانتmann التمانية يا ثابت ده اللي احنا كنا محتاجين فنقدر هنا اه انشان ما كانت انش بينا بس في 중요한准 اللي هو ال answer بتاعت التلاتة اهية اللي هو تالة رقم في ال answer اللي هو التمانية ده اللي احنا كنا محتاجين نطلعها دي water نقدر نحول ده الكود نقدر نحول ده الكود بكل بساطة نقدر منه في كده برضا احنا هنعمل الانسر لكل فانا محتاج ان انا الوب على كل الانسر فانا محتاج تمشي من الاول للاخر من الاخر للأول مش تمشي معايا دلوقتي لان انا هعدي على كله وهكون كله بنسل طريق تمام? طيب. هنا بعمل اي? بعمل بكالكوليت الانسر باي. تمام? واحنا اتفاقنا ان الانسر باي بتساوي الفيكس باي ماينوس 1 في الصوفيكس باي بس فانا. هنا بقى احتاج اخط بالي من حاجتين. بس حاجة واحدة. اه الحاجات اللي انا كنت باخد بالي منها فوق اللي هي حاجة ان انا هطلع برا الباونز. اه هنا هتقابلني مرتين. هتقابلني ان الاي ممكن تكون عن الزيرو. انا بقى اكسس باي ماينوس 1 وهطلع برا. ممكن تقابلني ان انا هطلع اه اكون عند الان ماينوس 1 وهطلع برا من الناحية التانية. ممكن اعمل كده ازاي? ممكن اعمل كده بطريقة يعني انضب شوية من الترناري كانت كويسة فوق لان انا كنت بحسي بها مرة واحدة بس. بس انا هنا عايز اتنين الترناري السطر هيكون طويل جدا. احسن من الناسبة اي انا او الاي اصري من النا مينوس 1 اضرب الانسر في صحيحة رضي بس اي بس وكده انا حسابت الانسر بتاعي بس في مشكلة بسيطة. اي مشكلة البسيطة ان الانسر زي ما احنا شايفين انها تبدأ بزيرو. بس ان احنا نرجعها تبدأ بواحد. بما ان احنا هنضرب في الانسر باي. طب بعد كده ممكن ان الوصف الانسر النهائية يعني. اه انسر اي. اه اكتش بايلي من ما غيروطش الاندكس. ويه بس مفروض ان هي كده بتطلع لي. بتطلع لي الانسر بتاعتي اللي انا مستميها من. فانت احطيتي الاخارة دول عشان انت تسكيب ان انت مطلعش برا فما تعملش حاجة وقتها يعني. وقتها ما تيجي في الكيز دي. بالضبط. اتأكد زي ان الحركة اللي انا عملتها دي صح? ومش بتوقع في حاجة من الحاجات دي. اتأكد من كده لو انا عملت مثلا اهو. يعني مثلا او خليوني نحط اندسيس. ايه يعني بحيث ان احنا نعرف نجرب على كل اندكس من ده. لو انا واقف عند الزيرو اللي هيحصل جوه لو انا واقف عند الزيرو معناها ان الاي بزيرو. فانا هنا بقول له ان اه اللي هي بدأ بكام. بدأ بواحد. فانا دلوقتي عندي ايه. لو الاي اكبر من الزيرو. هدرب في البريفكس. طيب الاي بزيرو. يعني انا مش هخش جوه الكنديشن ده. انا مش هكسس الاي مينس. في البريفكس. بقول لو الاي اصغر من الان مينس وان خشت جوه الكنديشن. الزيرو اصغر من الان مينس وان فاطر ان انا اكسس السوفيكس اي بلاس وان. فساعت اخش واضرب الاي بلاس وان اللي هي كانت الاربعة وعشرين. فهنا هتبقى واحد في اربعة وعشرين. هتبقى الانسر اي باربعة وعشرين. اللي هي من الاخر اللي هي الانسر دي. طيب. عايز اجرب بقى? مش هجرب كله. انا عايز بس يكفيني واحد من على الباوند ده. واحد من على الباوند ده. واحد من النص. وكل اللي في النص هيبقى زي زي الواحد العشوائي اللي انا اخترته. لان عندي عندي وكيس وكيس وراندل بس. مش اطر. فقدر اختار الهج التاني. الهج التاني اللي هو في الاخر. عايز اشوف الاخر ضوات هيتهندل ولا هقع فيه. فاللي في الاخر ده. هقوله لو انت اكبر من الزيرو. اضرب في بريفكس اي مينس ون. طيب هو اصلا فعلا الاربعة اصغر من اكبر من الزيرو. يخص هنا ويدرب واحد في بريفكس الواي مينس ون. فبقى عندي الانسر مضروبه باي? مضروبه في? يعني هنا مضروبه في البيفكس الواي مينس ون اللي هي في ستة. تمام؟ بعد الكده بقوله لو الاي اصغر من الاي اصغر من الاي. انا مينس ون خش جوه الكندشن ده. بس الاي بانو مينس ون فمش هيخش جوه الكندشن فعتفضل بستة. اللي هي الانسر بتاعتي فعلا. عايز حاجة من النص مثلا اللي هو مثلا ممكن ناخد اتنين الاندكس اتنين لك. فهيخش هو هيخش بول لان هو اكبر من فهيضرب في اللي قبله. واصغر من الان فهيضرب في اللي بعده. فهيبقى برضو الناتج في الاخر في اللي قبله في اللي بعده. تمام كده? هيلو جدا. انا بشكرك ابو حميد. كانت مسألة كويس اعتقد احنا وضحنا فيها ونلتقي في مسألة اخرى ان شاء الله. شكرا